اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسناب شات وبكل منصات التواصل الاجتماعي وزي ما اقول في كل مقطع مراجعة تعليقاتكم مثرية يا جماعة تعليقاتكم رهيبة تعليقاتكم تخليني افتح على نقاط انا كنت غافل عنها ففضلا لا امرا شاركونا ارائكم وتعليقاتكم تحت بخانة التعليقات مبدئيا كم تقييمك للحلقة من عشرة وش ابرز الايجابيات والسلبيات اللي شفتها في الحلقة الرابعة لايك في حال اعجبك المقطع واشترك بقناة وفعل جرس التنبيهات في البداية ما اخفيكم انه الحلقة الرابعة هي الاقل تفضيلا من بين الحلقات الاربعة اللي انزلت وفي نقطة مهمة لازم اتكلم عنه ببداية هذا المقطع مسلسل الال التنين او هاوس اوف ذو دراجون مقتبس من كتاب اسمه او النار والدم هذا الكتاب يتكلم عن ملوك التارغيريا مثل ايغون اينيس ميغور جهيرس والملك فسيرس اللي نشوفه في المسلسل فعدد صفحات هذا الكتاب تقريبا من 750 الى 800 صفحة احداث المسلسل تقع ب250 صفحة الى 300 صفحة تقريبا واحداث المسلسل لما اقول لك احداث المسلسل فكاتب هذا الكتاب المايستر جلداين او جلداين يأخذ من عدة مصادر يأخذ الحدث الواحد من اكثر من مصدر فالاحداث بعضها مكرر البداية والنهاية نفسها ولكن ما بينهما مختلف طبقا لوجهات النظر او المصادر المتعددة لعل من بين اشهر المصادر اللي تحدثت بشكل متطرف وتطرقت لروايات بشكل متطرف كان المهرج ماشروم ماشروم مهرج قزم عاش بالبلاط الملكي لسنوات طويلة لدرجة انهم ما عادوا يهتمون له صار جزء من الاثات حرفيا فهذا الامر خلى ماشروم يصل لروايات ويصل ويسمع امور مستحيل احد غيره يسمعها الامر اللي جعل روايات ماشروم لنا كقراء لفاير اند بلد محط اهتمام لانه يتكلم بشكل متطرف للغاية يا جماعة فمن بين الاشياء اللي راح يضيفها لي المسلسل كقارئ لكتاب فاير اند بلد هي اي الروايات راح تكون اصح نفس الحدث صار ولكن من عدة روايات مختلفة انا كمشاهد انتظر المسلسل راح يقدم لي اي رواية من بين هذه الروايات بمعنى اي رواية راح تكون الرواية الصحيحة وكلامي عن ماشروم الان ما هو الا تمهيد لماشروم ولروايات ماشروم اللي بدأت من هذه الحلقة واللي راح نشوفها في الحلقات القادمة كذلك من بين الامور اللي تتكرر علي بكثرة ركان الخط الزمني الاحداث قاعدة تصير باي سنة وعشان اكون واضح معك ترتيب الاحداث بالمسلسل مغاير لترتيب الاحداث في كتاب فاير اند بلد وهذا الامر يعود للمعالجة درامية بمعنى اخر الحدث الاول اللي صار بالحلقة الاولى حدث المجلس العظيم The Great Council صار بسنة 101 بعد كذا في سنة 103 تولى الحكم في سيرس بعد كذا ترتيب الاحداث صار مختلف ليش لانه المسلسل بالموسم الاول رح يغطي تقريبا نقول 28 27 سنة من الاحداث ففي قفزات زمنية كثير الامر اللي يجبر كتاب هذا المسلسل على اعادة ترتيب بعض الاحداث عشان تكون منطقية هذا شي يسمونه معالجة درامية للأحداث ولكن مجملا يعني احداث الحلقة الاولى صارت بعد المجلس العظيم بتقريبا 12 سنة لانه المجلس العظيم صار في سنة 101 في سيرس تولى الحكم في سنة 103 ونهاية الحلقة الاولى سمعنا انه ديمون كان يعاتب في سيرس انه عشر سنوات انت ملك ولا خدمتني بشيء الحلقة الثانية تزوج في سيرس من اليسنت بعد كذا في الحلقة الثالثة يشوف انه اليسنت انجبت وحامل بنفس الوقت مما يعطينا دلالة على القفزة الزمنية اللي صارت اعتقد في الحلقة الرابعة لما ديمون كان يتكلم مع رانيرا كان يقول لها انه مرت اربع سنوات ممكن هذه الاربع سنوات من اخر اللقاء صار بينهم اخر اللقاء متى صار صار في دراغنستون في الحلقة الثانية لما ديمون سرق البيضة مجملا نقدر نقول انه الاحداث الان تقع بسنة 117 بعد الفتح وهذا الامر مغاير صراحة لترتيب الاحداث في الكتب مهما كانت يعني القفزات الزمنية اللي قاعدة تصير الان باعتقادي انه من المشتت لك كمشاهد انك تحاول تعرف كم مر يوم سبوع شهر سنة لانه عالم جورج مارتن الاحداث تاخذ وقت طويل لما تصير فالقفزات الزمنية الكبرى بكل تأكيد رح يوضحونها لنا ما عدا ذلك من قفزات زمنية قصيرة راح تتميزها بين حالات الشخصيات بين مثل اصابع في سيرس كان اصبع واحد مجروح بعدين صاروا اصبعين مقطوعة مثل حالة اليسنت كانت حامل في الحلقة الماضية الان مش حامل في هذه الحلقة وقس على ذلك بعض الحالات للشخصيات غير كذا القفزات الزمنية الكبيرة مثل القفزة الزمنية اللي صارت في الحلقة الاولى بين المجلس العظيم وبين حكم في سيرس راح يوضحونها لنا كمشاهدين الحلقة تبدأ مع حدث مهم بالنسبة لي تبدأ الحلقة بحدث مهم بالنسبة لي هذا الحدث يتمثل بتقدم عدد كبير من لوردات وستروس تقريبا 40 لورد من لوردات وستروس لخطبة رانيرا في الحلقة الماضية شفنا جيسون لانستر وفي هذه الحلقة نشوف عدد اخر من لوردات والفرق بين المسلسل والكتب من ناحية هذا الحدث انه هذا الحدث تقريبا صار في ترايدنت في نهر الثالوث او في اراضي النهر وفعلا زي ما شفنا في المسلسل صار في الكتاب مجموعة كبيرة من لوردات وستروس الاي كلاس فرست كلاس هم اللي تقدموا لرانيرا ولكن صار تحول بالمشهد اللي شفناه في المسلسل هذا التحول اعجبني زاد من تقديري لكتاب هذا العمل وزاد من اعجابي لراين كوندل ورفع مستوى الادريناليل لدرجة ما تتخيلونها وقد يمر مرور الكرام على البعض منكم ولكن بالنسبة لي قدرت المشهد يا جماعة وراح اشرح لكم سبب تقديري لهذا المشهد اولا اختيارهم للمكان اختاروا انه المشهد يقع في اراضي العاصفة وتحديدا في ستورمس اند قلعة البراثين البراثين الموالين لرينيس تارغيرين بحكم انه ام رينيس من البراثين اسمها جيسلين براثين وكذلك شفنا في الحلقة الاولى انه بورموند براثين اخذ المباركة من رينيس وبنهاية الحلقة تردد بالركوع لرانيرا ليش تردد بالركوع لرانيرا؟ لانه موالي لحكم رينيس كان بيوم الايام وكانوا البراثين بيوم الايام يطالبون انه رينيس هي من تصبح ملكة على وستروس فاليوم كيف يركعون لامرأة اخرى فاختيارهم لهذا المكان ما هو الا دافع جديد لزيادة التوتر السياسي في هذا المسلسل الامر الثاني المعالج درامية صدق او لا تصدق عزيز المشاهد الحدث اللي صار كان مكتوب بسطر واحد فقط لورد البلاك هود يتبارز مع لورد البراكن فقط ولكن المعالج درامية لهذا القتال كانت اكثر من رائعة سطر واحد نتج عنها مشهد سياسي قد يكون لتبعات كثيرة في الحلقات القادمة وعشان تفهم تقديري واعجابي بهذا المشهد لازم اشرح لك شيء من لورو وتاريخ هذا المشهد او هذا الصراع بين العائلتين عائلة البلاك وود وعائلة البراكن عائلة البلاك وود اللي منهم الولد الصغير تعتبر من اقدم عوائل وسترس بل يقال انه العائلة كانت في الشمال واستارك هم من دفع العائلة من الشمال ممكن طردوهم ممكن امروهم بالخروج من الشمال ولكن استارك هم من دفعوا العائلة من الشمال الى الجنوب كذلك عائلة البراكن من العوائل القديمة في وستروس وكلا العائلتين كانوا يتبارزون دائما مين يكون ملك على الثاني الكل عنده رواية انه انا كنت ملك عليك البلاك وود يعتقد او عندهم روايات كثيرة يقولون حنا كنا ملوك على اراضي النهر على البراكن والبراكن كذلك عندهم رواياتهم رواياتهم اللي تقول انهم كانوا ملوك على البلاك وود فكان فيه كلاش وكان فيه صراع بين العائلتين هذا الصراع يمتد إلى يومنا الحالي ودائما فيه أحداث تجدد هذا الصراع أهم منعطف وأهم حدث جدد من الصراع بين الآائلتين كان بعد غزو الأنداليين لما غزو الأنداليين لوسترس تحولت كل وسترس تقريبا إلى الديانة الجديدة ديانة السبع باستثناء الشمال وستثناء مناطق قليلة في وسترس من بين هذه المناطقة ومن بين هذه العوائل القليلة اللي استمرت على الديانة القديمة هي عائلة البلاك وود مين جيران عائلة البلاك وود ومين اللي معاهم الديربي او مين اللي بينهم الديربي عائلة البراكين عائلة البراكين تحولت لديانة السبع وانتم تعرفون انه الديانة القديمة والأولد غادز عندهم شجرة مقدسة شجرة الوير وود فعائلة البلاك وود كان عندهم شجرة مقدسة شجرة الوير وود ولكن هذه الشجرة ماتت ماتت لسبب غامض محد يعرفوش السبب فاتهموا البلاك وود البراكين بأنهم هم من قتل هذه الشجرة فاستمر الصراع والصراع مستمر ولو تتابع حلقة ثورة البلاك فاير راح تشوف الصراع كذلك مستمر بين هذه العائلتين فالولد الصغير من عائلة البلاك هود والمتنمر من عائلة البراكن فهذا الصراع كان لابد أن يكون ولكن استوقفني الأمر هنا في وستروز معروف أنه في صراعات معلنة في صراعات معروفة بين العوائل في عوائل في بينهم صراعات بكل تأكيد ومن الحكمة أنك تفرق بين العائلتين لورد البراثيون من الحكمة أنه يفرق بين عائلة البلاك هود يجعل عائلة البلاك هود بمكان وعائلة البراكن بمكان ولكن جمعهم تحت سقف واحد وما توقف الأمر هنا وصل الأمر إلى القتل إلى القتال بينهم البلاك هود قتلوا البراكن وهذا الأمر كبير يا جماعة أنه يكون تحت سقف البراثيون كبير لدرجة انه ممكن البراكن يتهمون لورد البراثين بورموند براثين انه تواطأ مع البلاك هود لقتل ابنهم فهذا الصراع السياسي قاعد يبنى الان وممكن تقديرنا لهذا المشهد ما نحس فيه الا بالحلقات القادمة او حتى بالمواسم القادمة ولكن مثل هذه الامور الصغيرة اللي تصير بين افراد العوائل اموره تزيد من تقديري لهذا المسلسل انه هذا المسلسل قاعد يبني لشي اكبر فسطر واحد قدر من خلاله رايان كوندل انه يصنع هذا المشهد اللي كان بغاية التعقيد السياسي مشهد عودة ديمون من ستيب ستونز او الاعتاب كذلك في اختلاف بين نسخة المسلسل ونسخة الكتاب ولكن هنا اصابني الاحباط يا جماعة ليش لانه نسخة الكتاب ملحمية ومهيبة اكثر في نسخة الكتاب ديمون فعلا رجع لكينغز لاندينغ ورجع للملك في سيرس واعطى الملك في سيرس التاج ولكن الاحداث كانت مختلفة في سيرس في نفس الفترة كان يقيم حفل ضخم كان يقيم مسابقة ضخمة بمناسبة مرور خمس سنوات على زواجه من اليسنت هذه المسابقة نفس اللي شفناها في الحلقة الاولى الاف من الحضور فديمون بلا سابق انذار وصل لكينغز لاندينغ ودار ثلاث دورات كان يتباهى فوق كينغز لاندينغ على ظهر كراكسيس وهبط كراكسيس في الحلبة امام الاف الحاضرين وامام الملك في سيرس نزل ديمون من ظهر كراكسيس امام الاف الحاضرين واعطى التاج لفسيرس الامر اللي اشعل الحماس بين الحاضرين المشهد كان وصفه مهيب في الكتب ولكن فضل وتبديله بالمشهد اللي شفناه في المسلسل في المسلسل كانت العودة اقل توهجا واقل صخبا واقل اثارة من العودة في الكتب تمنيت صراحة نسخة الكتب ولكن ما صارت على اي حال ديمون من اخطر الرجال في وستروس ممكن الهايب كان مرتفع والحماس كان مرتفع على ديمون قبل بداية المسلسل الامر اللي يجعل البعض يقول حنا وشفنا من ديمون الى الان باعتقادي وصدق او لا تصدق انه الى الان ما شفنا ولا شي من ديمون ديمون من اخطر الرجال في وستروس ويكفيني ان يقول لك هذا الامر لا تأمن ديمون قد تكون العودة ظاهرها اهتمام ديمون بالروابط العائلية ولكن نعرف جزء من اسباب هذه العودة في هذه الحلقة ديمون كان حريص اشد الحرص بهذه العودة انه ينظر بعيون اوتو هايتاور عدوه الاول العدوه اللدود لدييمون تاركيرين الشخص الوحيد اللي نظر بعينه ديمون غير الملك في سيرس كان اوتو هايتاور بمشهد الحديق التالي لفت نظري علاقة رانييرا واليسنت هايتاور هذا القرب الشديد بين الشخصيتين هو عكس العلاقة المتوترة بينهم بالحلقات الماضية وتحديدا من بعد اعلان في سيرس انه راح يتزوج من اليسنت هذه النظرة كانت مغايرة الحلقة الثالثة علاقتهم كانت متوترة والحلقة الرابعة علاقتهم معاكسة لكل التوتر اللي راح ولو قلنا انه التوتر اللي شفناه في الحلقة الماضية كان نتيجة وجود ايغون ابن اليسنت وابن في سيرس كان نتيجة زواج في سيرس من اليسنت بالمقام الاول فلابد على هذا التوتر ان يتضاعف ويتزايد مع وجود مولود ثاني بجانب ايغون اللي هو هلينا فمن غير المنطقي انه هذا التوتر يختفي هذا الامر يخليني امام تساؤل كبير يا جماعة من فيهم قاعد يلعب لعبة العروش الان هل رانيرا قاعدة تؤدي دور الفتاة الضعيفة للتقرب من اليسنت هل اليسنت قاعدة تؤدي دور الفتاة المسالمة للتلاعب برانيرا الاكيد انه العلاقة بين الشخصيتين متوترة بناء على تطور الاحداث اللي صار بالحلقتين الثانية والثالثة والاكيد انه هذا المشهد تفوح منه رائحة لعبة العروش هذا المشهد بداية حقيقية لشخصية رانيرا الجديدة شخصية متحولة تتقدم لمسعاها بشكل خبيث تلعب لعبة العروش مغامرة ديمون ورانيرا وبغض النظر عن كثير من التفاصيل اللي صارت بهذا المغامرة بدعت برسالة هذه الرسالة كان فيها خريطة سرية والريد كيب بشكل عام كقلعة فيها مسارات سرية كثير مثل ما شفنا في الموسم الرابع من جيم اوف ثرونز ومثل ما شفنا في الموسم الاول كذلك من جيم اوف ثرونز فيها مسارات سرية كثيرة بناها ميغور وعرفها ميغور عشان تكون حصن منيع لعائلة التارغيرين وباعتقادي انه ديمون الان يحاول انه يدفع رانيرا على حافة الخطر ذهب لمسرحية هذه المسرحية هدفها الاول تذكير رانيرا انها مرفوضة من قبل العامة على الرغم من انه لقبها بهجة المملكة الا انه لا احد في المملكة يبدي اي مشاعر حب لرانيرا خلال الحلقات الماضية اما الاحداث اللي صارت بين ديمون ورانيرا وكريستين كول ذكرها ماشروم بشهاداته او برواياته رواية ماشروم في الكتاب كانت متطرفة بشكل اكبر من كذا متطرفة لدرجة اني مستحيل اقولها مستحيل اذكر وش اللي صار في رواية ماشروم مغايرة عن ما صار في المسلسل وحتى دوافع الشخصيات كانت مختلفة قليلا عن اللي شفناه في المسلسل ولكن بالمجمل ظهور رواية لماشروم هذا الامر يعني انه راح نشوف كذلك روايات متطرفة اكثر في قادم الحلقات وانا هنا ترى وشير حتى للروايات الدموية او الخبيثة اللي حدث لكريستين كول امر له وقع على النفس ليش لانه كريستين كول فارس في الحرس الملكي والحرس الملكي عندهم قسم ما يقدرون يتزوجون فكسر هذا القسم قد يكون له ابعاد نفسية كثيرة على كريستين كول مثل ما كان له ابعاد نفسية كثيرة على شخصية جيمي لانستر في مسلسل Game of Thrones فكيف راح يتماشى او يتقبل نفسه كريستين كول بعد هذه الحادثة الجانب الاخر اوتو هايتاور يد الملك يعلم بكل ما حدث من خلال مصدر موثوق نكتشف انه هذا المصدر الموثوق ميساريا ميساريا اللي تعتبر من اقرب الشخصيات لديمون تارغيريان اوتو هايتاور يقول انه هذا المصدر ما قد خذلني بالاخبار السابقة وش الاخبار السابقة؟ وريث يوم واحد لكن تتخيل انه وريث يوم واحد نقلت من خلال شخصية ميساريا ميساريا كأنها بارس عندها شبكة جواسيس في كينغز لاندينغ ولكن الغريب انه ميساريا مقربة من ديمون كيف ديمون ما اكتشف هذا الامر ميساريا من الشخصيات اللي ما ودي اتكلم عنه صراحة بكثرة يعني حتى ظهورها الاول البعض كان يقول راكان ليش ما تكلمت عن هذه الشخصية ما اقدر اتكلم وما بيتكلم لاني ابغى الشخصية تتكلم عن نفسها ابغى الشخصية تعبر ابغى الشخصية تظهر لنا اجندتها تظهر لنا افكارها فميساريا فاجأتني صراحة بالحلقة الرابعة انها هي من تتواطئ مع اوتو هايتاور وبشكل عام قراء الرواية اغنية الجيد والنار يعرفون انه جدران الريتكيب لها اذان تسمع وعيون ترى وهذا الامر شفناه مرتين في مسلسل اهل التنين المرة الاولى ديمون تارغيري لما كان يتجسس بالحلقة الاولى على المجلس الصغير والمرة الثانية في هذه الحلقة اليسنت هايتاور تتجسس على الحوار اللي دار بين ابوها وبين الملك في سيرس رانييرا لاحقا تظهر لنا بشخصية مغايرة غير الشخصية الجامحة غير الشخصية العنيدة اللي شفناها في ثلاث حلقات الاولى تظهر بشخصية خبيثة نوعا ما تتلاعب باليسنت هايتاور تقسم باغلظ الايمان انها لم تفعل الرواية اللي نقلت لابوها اوتو هايتاور على الجانب الاخر نشوف طموح ديمون بطلب الزواج من رانييرا ديمون دائما وابدا كان يسعى للجلوس على العرش الحديدي كملك هذا الامر شفناه عيانا بيانا في الحلقة الاولى من المسلسل وهذا الامر كان مرفوض اشد الرفض من في سيرس في سيرس اللي امر ديمون بالعودة لزوجته بالوادي ديمون متزوج من عائلة الرويس من ريا رويس فقد نرى الوادي وقد نرى ريا رويس في الحلقات القادمة ولكن هذا استبعاد نهائي بعد الاستبعاد اللي صار في الحلقة الاولى لديمون تارغيرين واعتقد انه اخطر رجل في وستروس لن يتوانى عن مساعيه للعرش الحديدي في سيرس شغله الشاغل نبوءة الامير الموعود اللي نكتشف انها منقوشة على الخنجر الباليري هو نفس الخنجر اللي تم استخدامه في مسلسل game of thrones واذكر انه خلال الاشهر الماضية لما كان العمل القائم على هذا المسلسل انه اتش بي او طلبت من رايان كوندل استخدام بعض الادوات من مسلسل game of thrones عشان يربطون بين الجماهير فتم اختيار هذا الخنجر انا شخصيا اكره اني اشوف game of thrones كمادة اصيلة بديلة للرواية ككانون ممكن يعتمدون عليه في هذا العمل مما يجعل الترابط واضح ما بين الخنجر اللي موجود في الى التنين واستخدام هذا الخنجر اللي شفناه في مسلسل game of thrones انا اكره حقيقة اللجوء لgame of thrones كبديل لاغنية الجليد والنار من الجنون صراحة انه جورج مارتن فعلا راح يستخدم هذا الخنجر بالقادم من الكتب بالكتابين السادس والسابع فوجود الخنجر في game of thrones وجود الان في الى التنين يخليني صراحة اوسوس كده بيني وبين نفسي انه هل فعلا جورج مارتن اعطى دانو ديفيد حل للغز كبير اشغل القراء هذا اللغز يتمثل بنبوءة العمير الموعود فممكن نشوف استخدام للخنجر كجزء من نبوءة العمير الموعود وبالمناسبة في اكثر من نبوءة او اكثر من رواية تتحدث عن الليلة الطويلة سواء الليلة الطويلة الاولى وحتى الليلة الطويلة القادمة وكيف ممكن البشر ينقذون نفسهم منها من بين هذه النبوءات نبوءة الامير الموعود من بين النبوءات كذلك نبوءة الازورة هاي الازورة هاي اللي راح ينتصر باستخدام سيف لايت برينجر او جالب الضياء كذلك في رواية اخرى عند الشماليين الرواية تتمثل بشخص اسمه The Last Hero او البطل الاخير فوجود نقش على الخنجر الفاليري يثبت كلام جورج مارتن لما كان يصرح قبل نزول Fire and Blood انه عيقون بطريقة ما عرف بخطر الاخرين وقد يكون امر فعلا جورج مارتن يخطط انه يستخدمه بقادم الكتب في نهاية الحلقة رانيرا تستخدم ارض ابوها للزواج من لينور كورقة ضغط لطرد اوتو هاي تاور من منصبه وهذه اول جولة بلعبة العروش تكسبها رانيرا والملاحظ ككل في هذه الحلقة هو تغير اراء فيسيرس بشكل متطرف من اليمين الى اليسار في بداية الحلقة فيسيرس كان يحتضن اخوه ديمون بل انه كان يشيد بديمون على ان ديمون كان الافضل كان افضل مني لما كانوا يحتفلون في الحديقة في نهاية الحلقة فيسيرس يطرد ديمون من البلاط الملكي يطرد ديمون من كينغز لاندينج بداية الحلقة فيسيرس كان يستمع بانصات لقصة اوتو هاي تاور القصة اللي تتمثل بان كورلس بيلارين قاعد يخطط لزواج بين بنته لينا بيلارين وبين حاكم برافوس احدى اهم واقوى المدن الحرة وفي نهاية الحلقة يطرد الشخص اللي يوثق فيه خلال الفترة الماضية يطرد الرجل اللي كان يعاتب اخوه ديمون عشانه اللي كان يقول انه اوتو اشرف منك يا ديمون في نهاية هذه الحلقة طرد اوتو لحظات كثيرة خلال الموسم نشوف انه فيسيرس كان يتعامل بازدراء او يتعامل ببعد عن بنته رانيرا ما كان قريب من رانيرا هذا الامر كان ملاحظ بالحلقة الثانية وبالحلقة الثالثة ومن قبل كذا بالحلقة الاولى بهذه الحلقة فيسيرس يسمع لرأي رانيرا اهم رأي ممكن يتخذه وهو طرد اوتو هايتاور وهذا التقلب بشخصية فيسيرس تارغيرين قد يجعلها شخصية ممكن مكروهة بنظر البعض او حتى شخصية محبوبة بنظر البعض الكل راح يجد مبررات لاتخاذ موقفه من خلال هذه الشخصية ولكن باعتقادي الشخصي فيسيرس هو من يحرك القصة هو من يدفع القصة للذهاب الى الامام وهو من يطور الاحداث ويطور الشخصيات سواء كنت تحب فيسيرس او تكره كملك اهم شخصية خلال الاربع حلقات هو الملك فيسيرس فرانيرا اعطت موافقة مشروطة لفيسيرس للزواج من لينور الموافقة اطرد اوتوهايتاور فعلا هذا الامر اللي تم اطرد اوتوهايتاور بطريقة تكاد تكون غاية بالغباء صراحة وفي نهاية الحلقة نشوف انه احد المايسترز يجلب مشروب لرانيرا قد يكون هذا المشروب مشروب شاي القمر او مونتي ويعتبر من الاشياء او الاعشاب اللي تساعد على منع الحمل او الاجهاض ما انا عارف بالضبط صراحة الية عمله كيف يعمل ولكن واضح انه لمنع الحمل تجهيزا وتمهيدا لزواج رانيرا من لينور فيلارين يبقى السؤال الان هل العلاقة رح تعود لمجراها ما بين عائلة الفلارين وعائلة التاركيرين عائلة الفلارين اللي كانت تسعى سعي شديد ان تصل للعرش الحديدي الان عندهم الملكة او الوريثة الشرعية اللي هي رانيرا زوجة ولدهم لينور اللي لو صارت رانيرا ملكة رح يصبح ملك السؤال الثاني والاكثر اهمية هل اوتو هايتا والرح يتوقف الى هذا الحد بلعبة العروش ام راح يعود بطريقة ما للساحة كل هذه الاسئلة ديمون تاركيرين كذلك هل راح يتوقف هنا بلعبة العروش ولا راح يرجع بطريقة اكثر شرا من المرة السابقة اسئلة كثيرة صراحة افتحتها هذه الحلقة لنا وباعتقادي انه هذه الحلقة منعطف مهم بمستقبل المسلسل راح يتغير بوصلتها المسلسل ومثل ما اتفقنا في كل الحلقة راح نختار شخصية هي الافضل من بين الشخصيات باعتقادي في هذه الحلقة الشخصية الافضل رأيي شخصي هو الملك فيسيرس مجددا نعم ملك فيسيرس في الحلقة الثالثة كان الشخصية الافضل بلاحظات قليلة وفي هذه الحلقة كان كذلك الشخصية الافضل ليش لاني ارى انه فيسيرس هو من يدفع القصة للذهاب للامام ففيسيرس الان صنع فوضى كبيرة هذه الفوضى كيف راح تنحل الله اعلم عمونا يا جماعة اذكروا لي شخصيتكم الافضل في هذه الحلقة تحت في خانة التعليقات واذكروا لي اراكم تعليقاتكم ابرز الايجابيات والسلبيات اللي شفتوها في هذه الحلقة لايك في حال اعجبك هذا المقطع واشترك بالقناة اذا ما كنتم يشترك وفعل جرس تنبيهات ويشرفني تابعني مواقع تواصل الاجتماعي تويتر وصناب وستجرام و تويتش و تيك توك كان معاكم براكان اشوفكم في الحلقة الجاية السلام اشتركوا في القناة